موسيقى النتيجة من تعليم المسيح عند معلم أنه من يأكل جسدي مكتوب رجع كثيرون تركوا يسوع المسيح المسيح أعطى الفرصة للتلاميذ إذا بيحبوا يتركوا قال بطرس الرسول إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك ونحن قد آمننا وعرفنا أنك أنت هو المسيح ابن الله الحي قال يسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا أنا هو هذا التعبير كتير كتير مهم في إنجيل يحنى الكلمة بتتكلم طبعا هون أنا هو خبز الحياة إيغو إيمي هو أرتوس إيغو إيمي هي نفس الكلمة اللي موجودة في سفر التكوين سفر الخروج آسف عندما سأل موسى عن اسم الرب قال له أهيا الذي أهيا نفس التعبير قال يسوع وقال هذا التعبير عدة مرات في إنجيل يحنى وطبعا تتميم لنبوة إشعياء حينئذ تفهمون أني أنا هو أنا هو هو إعلان عن جلال لهوت يسوع المسيح أنا هو مش بس بتتكلم عن لهوت المسيح يعني بتتكلم عن تزديد احتياج يسوع يعني أنا هو وفي أي ظرف أنت بتمر فيه إذا أنت محتاج لشبع محتاج لشفاء محتاج لبركة محتاج لخلاص محتاج لرفيق لصديق محتاج لعناية محتاج لوقاية محتاج للمسة الرب أنا هو وهذه الكلمة مهمة جدا فيها جلال فيها حضور فيها سلطان إلهي أنا هو خبز الحياة أي خبز آخر في العهد القديم المن أكله ماته أليشع أشبع مئة رجل من عشرين رغيف أو إلي أكل بواسطة الغربان لحم وخبز لكن شبع المسيح مش بس جسدي شبع المسيح روحي ويكفي مش بس في هذه الحياة الحياة الأبدية الكاملة اللي بيعطيك إياها أنا هو اللي بيعطيك إياها